اشتركوا في القناة وفكرة الكتاب الإلكتروني وسرعة انتشاره بشكل كبير جداً واللي انتشر بسهولة كمان سهولة انتشاره وسرعة انتشاره ودايماً بنقارن ما بين الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني هل حضرتك شايف أنه الكتاب الإلكتروني ممكن يطغى على الكتاب الورقي أو هو بالفعل يطغى على الكتاب الورقي مساء الخير يا سوزارة telesله وكل السادة المشاهدين يا مساء الفوليفان يحكى أن— يعني لو هنبدأ بأنوان برنامج حضرتك أن بالفعل الكتاب الرقمي سواء بكل علمات وأشكاله سواء كتاب صوتي أو كتاب PDF أو يعني تطبقات كتب صوتي أو غيرها الكفة يمكن رجحها في صف هذا النمط للأسف طبعاً ده يعني في مقابل تراجع الكتاب المطبوع مش في مصر فقط لكن في العالم في العالم كل أولا حضرتك على حاجة لما جات كورونا تحديداً ده حصل تحول كبير جداً في صناعة النشر في العالم أيوة بدأت دور النشر العالمية يعني تتحيل على هذا الظرف التاريخي للأسف يعني أدى ليه عدد كبير جداً من المتابعين لحركة النشر والكتب وغيرها أنهم يعني بسبب ظروف التقاعد في المنازل وهكذا بدأت تقديم لهم خدمات عدد من الخدمات زي تقديم تطبقات كتب الصوتية زي تقديم نمازج من الكتب الصوتية الكتب الـ PDF للقراء في العالم علشان نبدأ نغطي هذه الفجوة اللي حصلت في صناعة النشر علشان هذه دور النشر تبدأ تواصل دورها ومعامها وما تتوقفش بسبب ظرف كورونا فالكفة في صالح الكتاب الصوتي والكتاب الرقمي الديجيتال فيه مقابل للأسف تراجع الكتاب المبوعة في الحالة المصرية بعشان المجتمع المصري بالأرقام احنا عندنا يمكن 39.6 مليون نولة 40 مليون من المجتمع المصري هي في فئة الأطفال أو جيل زي جيل زي هذا الجيل هو الجيل الديجيتال أو الرقمي اللي بتعاطى مع المحتوى الرقمي في المقام الأول هو جيل التابلت والموبايل والسمارتفون وهكذا هو بيتلقى المحتوى بشكل رقمي أكتر من كونه بينزل يشتري أو يدور على كتاب ورقي طيب خلينا نتكلم كده عن بعض النقط اللي يمكن تكون مطروحة وبيتقال إنه هو ده ممكن يكون السبب نتكلم الأول عن التكلفة نتكلم الأول شوية عن فكرة التباعة نتكلم الأول عن الصناعة بشكل عام هل حرتك شايف إنه تكلفة الكتاب صناعة الورقية بشكل عام ممكن تكون من العوامل المؤثرة على الكتاب الورقي سلبا طبعا طبعا بالفعل يعني بدليل أن حدك تبص على مثلا موقف اتحاد الناشرين المصرين أو اتحاد الناشرين العرب البيانات اللي بتصدر واللقاءات والاجتماعات مع الناشرين هم دايما بيدوروا يا سوزراني على مخرج لهذا المأذق في المقابل أنه أنت ممكن تبدأ تلجأ له مثلا تسجيل كتاب مطبوعة تتحول له له نسخة صوتية بستوديو ممكن تكلفة مثلا كتاب كامل تسجلها بمعاد المصري مثلا من 3,500 جنيه تحول له البودكاست تتحول له كتاب مرئي تحول له محتوى تتحقق أرباحها وعوائد من خلال نسب المشاهدات وهكذا فالناس أو دور الناشر والتحاد الناشرين وصنعة الناشر حتى الكتاب بدأوا يلجأوا له صيغة التعاقدات مع تطبقات الكتب الصوتية بدأوا يوافقوا على في التعاقدات بتاعتهم على المنع أن أنا كنشر أنه يكون ورقي وصوتي أيضا ما فيش مشكلة بس أنا مع حضرتك في كل الكلام ده بس أنا ما أعتقدش نداي الغداء بمعنى إيه أنه أحيانا ممكن نتحط في موقف يعني ممكن يكون الإقاع مثلا بتاع الحياة ممكن يكون سرعة إقاعنا وطريقة حياتنا دلوقتي بتتطلب أن أنا ممكن أكون أحيانا بس مع كتاب بدل ما بأقرأه ولكن اللي بيحب يقرأ بيحب يقرأ يعني اللي بيحب يمسك كتاب بيحب يمسك كتاب بيحب يمسك كتاب في ناس زي ما عمرها هتبطل تاكل وتشرب عمرهم هتبطل ويقروا احنا مثلا لما ظهرت مثلا الراديو طلع بعد الصحافة برضو مثلا لعمر الصحافة لغت التليفزيون ولعمر التليفزيون لغى الراديو والعمر الراديو أثر على التليفزيون ولعمر الإعلام الجديد أو الإعلام الديجيتل أو الإعلام الرقمي زي ما بنطلق عليه قدر أنه هو يأثر على ده ولكن كل محتوى بيتقدم أيا مكان هو إيه لجمهوره ولوقته ولزروفه أنا مع حضرتك أتفي على ده بس احنا عندنا معطيات وأرقام خاصة بالمجتمع المصري ارتفاع نسبة الجيل الأجيال الرقمية اللي يتتعاطى مع الديجيتل أكتر اتجاهات الجمهور أيضا اختلفت يعني حتك تحليلي مثلا نوعية الكتب والرويات الموجودة على تطبيق الكتب الصوتية احنا عندنا يمكن أكتر من 15 تطبيق كتاب صوتي تابعة لشركات تكنولوجية وشركات موبايل في العالم بدأت تستثمر في هذا النمط وبدأت تشتغل بشكل كبير جدا نسب تحميلات هذه التطبيقات في المجتمعات العربية كبيرة جدا أنواع الأدب واختلافات اللي موجودة ما بين كل نوع ونوع من أنواع الأدب وكل نوع لي جمهوره ولي عشاءه هل فيه نوع يصلح انه يكون مثلا إلكتروني ونوع آخر لا يصلح انه يكون إلكتروني والعكس صحيح يعني أولا حدرك حاجة لما نبص برضو على المبيعات المرتفعة جدا بس سلر أو الأكثر مبيعا هنلاقي مثلا الروايات الجريمة وأدب الخالي العلمي في المقام الأول يعني ده الأكثر رواجا وأكثر مبيعا حتى عند البكت توكر وعند المؤثرين على السوشال ميديا في تقديم المحتوى هم بيقدموا أنماط معينة من الرواية أو أشكال معينة من الرواية في المقام الأول لصالح رواية الجريمة وآدب الخالي العلمي يعني في المقابل طبعا تراجع نسب المبيعات أو الشراء أو الإقبال على مثلا الشعر أو على الكتب متعلقة مثلا بتخصصات معينة أو غيره وده يمكن بدأ يخلي بعض دور الناشر تتاج لترتيب أجندة الأعمال أولوياتها وطريقة اتباعتها وخسياراتها وكده صحيح القارئ النهاردة عايز المعلومة بسرعة وصحيحة ومهمة وكمان يعني في كابسولة كده زي ما بيقولوا يعني احنا النهاردة ما عندناش وقت وما عندناش الرواءان اللي يمكن كان موجود زمان هل النهاردة الكاتب ده فرض عليه كمان مش بس دور الناشر اللي محطوطة في أزمة أو مش بس دور الناشر اللي بتعيد أولوياتها أعتقد أن الكاتب كمان تدعيد أولوياته تتكر قيلة أغطات اللي محطوطة النهاردة على كاتب اللي زوق معين ولي مذاق معين ولي طريقة معينة علشان يقدر يعني يكون موجود علشان يقدر يواكب العصر ده والله في اتجاهين يعني فيه كتاب ببدأوا يستقبلوا التغيرات في الاتجاهات الجمهور والنوعات الكتب وهكذا فبدأ يعني يتماشى مع هذه الحالة وزي ما حدق أشارتي لنمط الحياة كمان عامل الوقت بالزبط بالزبط أن الناس محتاجة حاجات سريعة كابسولات سريعة وده يمكن بدأ يعني يظهر لنا عندنا بعض الزوار زي البوك تيوبر مثلا أو البوك توكر اللي هم اللي بقدموا صناع المحتوى المتعلقين بصناعة الكتاب والنشر في مجتمع المصرية في مجتمع المصر ومجتمعات العربية في المقام الأول وفي اتجاه تاني من الكتاب بدأ يقول لا أنا مليش دعوة به حالة السيولة المعلوماتية السريعة وقع الزمن وأنا مستمر في تقديم مثلا رواية كل سنتين أو هكذا فلكن الغالبة بصراحة أني الناس بدأت تمشي في إطار يعني تقديم أعمال تتناسب مع المبعات والسوق علشان يقدر يستمر يعني إيه شكل السوق من وجهة نظر حضرتك يعني يا شايف إيه هي متطلبات السوق لو بنتكلم على الشكل التجاري للصناعة مش بنتكلم بس على الشكل الأدبي أو بنتكلم على الشكل الثقافي لو تكلمنا عن الشكل التجاري للسوق اللي خاص بالصناعة دي شكله عمل إزاي دلوقتي أولا حضرك حاجة بعتبرنا كصحفيين وباحثين في المسألة طبعا 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 أنا لاي وجهة وقراء ومتحتكوا بكتاب وكتاب كمال مش بس كراء كراء وكتاب طبعا يعني متفعلين طول الوقت كعلمين وصحفين مع هذا المشهد وهذه الحال وهذه الصناعة طبعا أنا لاي وجهة نظر مختلفة حضرتك أنت أنا شايف أني بدراسة حالة دور النشر وصناعة النشر في العالم والتغيرات الكبرى اللي بتحصل فيها أنت محتاج يعني تطبق نظم الإدارة الحديثة أو الجديدة المستجدة المتواتبة مع التكنولوجيا بمعنى إشرح بقى هقول لحضرك بمعنى أنت صناعة النشر مش مجرد أنت عضو فيه اتحاد نشرين أو عندك مكتبة أو دور النشر أنا في التصور يعني لشان تقدر تساير هذا اللقاع المتسارع في صناعة النشر وتحقق عوائد سواء يعني وزارة الثقافة بقطعاتها أو نشر خاص يعني أنت محتاج أنت تستعين بمحلل بيانات تستعين بيبع عندك وحدة متعلقة بدراسة السوق ودراسة الاتجاهات الجمهور علشان تقدر يعني ترتب أجندتك وتقدر تحقق نسبة مباعات كويسة تعرف جمهورك والاتجاهات وطريق تفكيره ده محتاج يعني اتجاه جديد ومغير في صناعة النشر يعني العملية زين بقول لحدك مش مجرد أننا بطبع بتعقد مع كاتب كناشر ويدوبك أطلع الكتاب بتاعه ووزع خمسين نسخة يعني حديك بصي على أغلب التعاقدات دلوقتي هتليه بيطلع لك طبعة أولى خمسين من خمسين لمئة كتاب نفدت خلصت بيطلع لك طبعة تانية وهكذا طب إيه المال أنت تتجه لأنماط مختلفة يعني أنت ممكن تعمل شراكات مع مثلا مؤثر على السوشال ميديا أو تجيب مثلا حد عنده نسبة رواكب بشكل كبير جدا على تيك توك على سبيل المثال صانع محتوى وتبدأ تتعاقد معاه في شراكات جديدة وتبدأ تعتمد على نمازج أعمال جديدة في صناعة النشر علشان تقدر تواكب هذا التحدي علشان تقدر توصل لجمهور وتوصل لجمهور ده لأن النهاردة أنت بتخطب جمهور مختلف تماما عن الجمهور الحقيقي اللي موجود دلوقتي بالضبط هو في تصوري لو أنت ما تتبعتش هذه المعادلة الجديدة يعني في إدارتك لصناعة النشر وأن أنت يبقى عندك ستوديو لإنتاج الكتب الصوتية خاص أو تابع ليك وأن أنت تتجه للكتب البي دي اف وهكذا وتتبع يعني إذن أقول لحضرتك إيه تعتمد على الأرقام في المقام الأول المانع أن تعتمد على شركة استطلاعات المتعلقة بإدراسة حالة سوء النشر المانع أن أنت تعرف اتجاهات الجمهور في المدارس والكتب المتعلقة بجلزي جلزي اللي هو طبعا نفهوم من الولادنا والأكبر من الولادنا بحاجة بسيطة طبعا ده جيل رقمي بحث تعرف اتجاهات هذا الجيل ايه وبيع ايه وتبدأ تتعاقد مع كتاب يقدموا ما يعني يلبح ده جيل بيجتال يعني معروف طبعا يعني أنا أتمنى ده أن الناس تبدأ تتواكب مع المتجرات المستحدثة يكون في سياسات جديدة يكون في رؤية جديدة يكون في تواصل ما بيننا وما بين الجمهور ده لشان نقدر نكسب الجمهورين صحيح وان انت كمان يعني لا تتوقف عند مسألة المواطة التقليدية في صناعة الناشر وان انت تتبع الجديد وتشوف حالة التسويق للكتاب عامل المسيح تطلع اكتر من شكل او منتج من هذا الكتاب الورقي بودكاست تعمل لايف ستريم مع الكتاب تعمل شراكات مع المؤثرين على السوشال ميديا فتقدم هذا المحتوى بأشكال مختلفة تحقق لحضرك عوائد اقتصادية ومبيعات ورواج بشكل كبير صحيح أنا طبعا موافقة جدا على رأي حضرتك وده الرأي الواقعي والرأي الطبيعي والرأي الحقيقي علشان نقدر نواصل في هذه الصناعة ونتورها كمان ونوصل للجديد اللي ممكن يكون لسه فيه احنا ما نعرفوش يعني زي ما وصلنا للكتاب الرقمي وزي ما وصلنا للصحافة الالكترونية اكيد فيه كمان لسه حاجات جديدة هنعرفها سمحنا نطلع للفاصل ونرجع لحضرتك مرة تانية رجعنا لحضرتكم مرة تانية ولسه معينا ومنورنا دكتور حسام الدمراني الكاتب الصحفي وعضو لجنة الاعلام في المجلس الاعلى للثقافة برحب بحضرتك مرة تانية وعايز اتكلم مع حضرتك عن كتابك التحول الرقمي والثقافة المصرية كلمني شوية عن رؤيتك في الكتاب ده كلمني شوية عن المضمون اللي حبيت توصله والرسالة اللي حبيت انك تشرحها للقارئ الرسالة يا سوزيرانية اولا هذا الكتاب بدأت فيه في وقت كورونا كلنا عاديم في البيت ما نعملش حاجة طبعا كان فيه نتاج ايجابي لحقيقة لموضوع كورونا ده وهو العديد من الكراءات والعديد من الكتابات والعديد من اكتشاف واعادة اكتشاف الاشخاص لنفسهم في مواهبهم المختلفة ده حقيقي انك تحاول تستغل المحنة العزلة والقعدة وطبعا طبعا طبعا ده حصل في كل المجالات على فكرة طبعا طبعا بيه حكم اللي عملنا يعني وهكذا فانت انا كنت شغال لسه على رسالة الدكتوراه كنت بعمل حاجة عن مجمعات الاخبار برضو الديجيتال يعني في الاعلام وغرف الاخبار الجديدة وهكذا وبعدين بدأت ابص على التجاهات الدور النشر في العالم والمستثات الثقافة في العالم سواء المستقلة المجتمع المدني ووزارة الثقافة في الوطن العربي بدأت تلجأ لي وسائل ودوات جديدة علشان تقدم المحتوى في وقت العزلة للجمهور وان خدمتها لا تنضب طول وقت يعني فالحقيقة ده يمكن دخلني بقى فيه عوالم اخرى ان ازاي تقدر تبحث مسألة تأثير التكنولوجيا على الثقافة يعني مش احنا يعني اغلب الكتب يمكن في اقتصاديات الثقافة بتشتغل على الثقافة كاصنع لها مدخلات وعمليات تشغيل ومخرجات لكن مسألة تأثير التكنولوجيا على الثقافة وازاي بدأت دور النشر وزارة الثقافة في الوطن العربي وفي العالم تنتجي ليه خدمات زي البس المباشر والاعتماد على المؤسرين في تقديم المحتوى تقديم الكتب بصيغ بدي اف وهكذا يعني وامات اخرى وده حقيقي يمكن كمال حق يمكن عوائد وارباح اقتصادية بشكل كبير جدا لهذه المؤسسات الثقافية المستقلة او الرسمية في الوطن العربي وفي العالم بدأت تطبق هذه الحالة على وزارة الثقافة المصرية فاكتشفت برضو ان عندنا دار الابرة المصرية بدأت تتجه لخدمات رقمية في تقديم حفلات دار الابرة للجمهور هذه المصالة عامل الكتاب بدأت تعمل موقع الكتروني وتضع بعض النسخ المجانية بدي افل القراء وهكذا ففي تحول بدأ يعني ان تلمسوا حصل فيه قطاع الثقافة ككل يعني فكرة الثقافة به المفهوم التقليدي القديم بدأ يتغير بسبب هذه المحنة اللي حصلت للعالم الناس بدأت تستفيد من هذه المحنة وخلتها منحة إلى حد ما فيه جزء آخر متعلق باستشراف مستقبل الثقافة في إطار تأثير التكنولوجيا على هذا القطاع بشكل كبير جدا واكتشفت يعني من خلال طبعا يعني عملت بعض الاستبيانات مع 25 لغاية 30 شخص ما بين كتاب رواية وفنين تشكليين وموسيقيين وهكذا إزاي نبدأ نضع سيناريوهات مستقبلية لهذا القطاع على صعيد مزارة الثقافة المصرية هيئة الكتاب المرخز قومة الترجمة دار الأوبرا أكاديمية الفيوم إزاي نبدأ نعتمد على الكنوز اللي موجودة في هذه القطاعات ونبدأ نحولها من خلال الوسائل الرقمية لمنتجات ونحول هذا التراث لمنتجات وإزاي تقدر هذه القطاعات تستفيد من عوائد هذه المنتجات بشكل كبير جدا وده يمكن كمان استخلصت من هذا الكتاب بعد حصوله على جهاز دولة تشجيعها في فئة الثقافة العلمية عن هذا الكتاب استخلصت يمكن تصورت قدمت بيه لدكتورة نفين الكلاني ووزيرة الثقافة متعلق به رقمان القطاعات وزارة الثقافة وإزاي نبدأ نستحدث أشكال جديدة تعقود بشكل كبير جدا على هذه القطاعات سواء في صناعة الكتاب أو صناعة الموسيقى الفني التشكيلي رسالة العلمية الموجودة في أكاديمية الفنون التراث المتعلق به المبدعين المصريين طبعا مصر حافلة بالعقول الإبداعية في كل المجالات زي نبدأ نستفيد من هذا الأرشيف أو هذه الأرشيفات بشكل كبير جدا بدلا ما هي موجودة في المكتبات صحيح نعيد إنتاجها وتقدمها بما يحقق عوائد عندنا تراث عظيم عندنا تراث عظيم وأدباء وكتاب لو أعادنا نشر كتابهم ورواياتهم وأدبهم مرة تانية بالطريقة دي أعتقد أننا هيكون عندنا تاريخ جديد بيتبني دا حقيقي والله أنت بتفخر طول الوقت مش كلام نظري يعني على الأرض تاريخ هذه الأرض يعني المجتمع المصري صح وطاريخ مبداعينا ومواقفهم محترمة جدا ومنجازهم الإبداعي طبعا يعني لو أنت زي ما حضرتك قلت بدلا نطلع هذا الكنوز والدرر طبعا على سبيل المثال المانع مثلا خلينا نفكر مع بعض على الهوى كده مع حضرتك فضر تجربة عملية المانع أن أنت عندك مثلا منزل المكلسوم موجود فيه طمائي الزهيرة ومنزل اللي ولد فيه مثلا محمد عبد الوهاب فيه قريته ومنزل نجيب محفوظ ومنزل طاح الصين وهكذا موجودة في قرى هذه المنازل المانع أننا نحاول هذه المنازل مثلا لمتاحف افتراضية لمتاحف افتراضية ونعمل تطبيق موجود عليه بكاميرا افتراضية أو كاميرا 3D تبدأ تخش تعمل جولة افتراضية في هذه المنازل بس بالفعل فيه فيه يعني من ضمنها مثلا مؤسسات حياة كريمة بتصور يعني فيه في بعض مؤسسات التابعة للدولة اللي بالفعل ابتدت تستفيد من ده بس طبعا حالك بتتكلم على نطاق أوسع يعني انت عايز يتم استخدام كل هذه الأماكن على نطاق أوسع صحيح يعني أنا أتمنى أن يكون عندنا موجود عليه كل هذه المنازل يتم تحولها بشكل ديجيتال لمتاحف افتراضية ورقمية طبعا لو فيه أوتوبيس سياحي معد على قرية ومكلسوم مثلا على حاجة فبيبدأ يبعث له إشعار يقول له خد بالك على بعد 200 متر هنا يوجد متحف ومكلسوم حالك عايز تعمل جولة افتراضية تفضل من خلال هذا التطبيق عايز تيجي تعمل زيارة تشتري صناعات ثقافية وإبداعية موجودة في القرية أو يعني يتعرف بها هذه القرية مثلا من صناعات متعلقة بالجريد أو الملابس والأزياء وهكذا فيوجد ركن مثلا لمباعات هذه البداع فنبدأ نشغل كمان الصناعات الثقافية والإبداعية اللي بتتميز بها هذه القرى داخل هذا البداع جميل ده كلام رائع وأعتقد أن إحنا كدولة في طريقنا لتنفيذ كل اللي حرتك بتقوله ده وده بالفعل بيحصل بس أعتقد أن إحنا لسه في الطريق إحنا كنا بنتكلم عن التحول الرقمي لو تتكرم من كم سنة وإسفاجأة إسفاجأة أصبحنا كلنا بنتعامل بشكل كبير جدا في حياتنا عن طريق التحول الرقمي في كل مجالاتنا فأعتقد أن ده جاري تنفيذه وده هيحصل في القريب والعالم كله متجه لده مش إحدى الناس خليني أرجع مرة تانية لفكرة المنصات وخليني أرجع مرة تانية لفكرة القراءة الإلكترونية والتحول الإلكتروني فيما يتعلق بالكتاب الإلكتروني والكتاب الورق النهاردة أنا بخاف من سرعة الوصول للمعلومة لأن أحيانا من سرعة وصولي للمعلومة ممكن توقعني في معلومة غلط وده ممكن يودينا لمناطق كتير والمشاكل كتير ويعرضنا لأزمات كتيرة جدا نحن في غنى عنها النهاردة أنا إزاي أكون عارفة أنه المنصة الإلكترونية اللي أنا ريحالها دي أو الموقع الإلكتروني الصحفي اللي أنا ريحاله ده الصحفي ده اللي أنا ريحاله ده هو موقع موثوق فيه في بعض المؤشرات يا ستوزيرانديا موجودة على هذه المواقع المنضبطة يعني اللي بتشتغل بشكل احترافي أكتر زي مثلا موجود مقياس أو مؤشر يقولك والله إن فيه تعليقات للقراء على كتاب حسام الدمران والله الكتاب ده واخد مثلا 20% ريفيوز عن الكتاب أو ريفيوز عن الموقع أو ريفيوز عن المنشور ده بأي شكل من الأشكال ده مؤشر من ضمن المؤشرات اللي تخلى ده حضرتك كقار إزاي تبدأ تتعامل مع هذه المنصة بتقدم محتوى محترم ومصدق فيه حقيقي وعنده مصدقية صحيح وعنده مصدقية يعني ده مؤشر أنت ممكن تستفيد منه في تعاملك مع هذه المنصة إن أنا أرجع ريفيوز ريفيوز بقم واحد نمرة 2 ممكن ترجع تشوف المقالات النقدية المكتوبة عن الرواية الصادرة أو عن الكتاب الرقم 3 هو ده أنا بحبزه يعني بفضله بشكل كبير إن أنت طول وقت تعتمد كمان على مراجع أخرى يعني بنفسك بقى توم بمهمة بتعمل عملية بحثية بسيطة كده تشوف مدى مصدقية هذا العمل أو هذا الكتاب من المراجع اللي بيستانت إليها بشكل كويس أشوف رأي تاني أتأكد إن الرأي الأولاني مظبوط وصح وبالتالي يكون عندي المعلومة صحيحة وأكون متأكد إن أنا وصلت للمعلومة مظبوطة صحيح دي بعض المعطيات أو المشارات اللي ممكن يعني أن ننصح بيها بعض اللي دخلين هذا العالم بشكل جديد من المراهقين والأطفال في التعاطي مع المنصات المتعلقة بصناعة المحتوى على مستوى الكتب أو الثقافة بشكل أشمر يعني مفهوم مفهوم أو الوصول للمعلومة حتى بأي شكل من الأشكال عايز أتكلم عن أنواع الأدب اللي من وجهة نظر حررتك دكتور حسام شايف إنه إحنا محتاجين نركز عليها الفترة اللي جاي يعني شايف إن إحنا ممكن نكون يمكن يعني مؤثرين فيها شوي والله في أنماط كتير يعني زي والله حدرك حاجة تعال نبص على خطابات السيد الرئيس طول وقت على مسألة ملف بناء عادة وعي يعني عادة الوعي المتعلق بالنساء المصري والثقافة المصرية والهوية وهكذا دي كلها يمكن رسائل سيادة الرئيس بيقدمها طول وقت التأكيد على مصريتنا والتأكيد على هويتنا المصرية بالضبط أنا أتمنى مرة تانية أن يبقى فيه يعني مثلا في الجان المجلس على الثقافة يبقى فيه نشرات دورية للكتاب والمؤرخين والبحثين يا جماعة خدوا بالكوا إحنا فيه أولوية عندنا الفترة الجهة نشتغل عشرين وعشرين وعشرين وخمسة وعشرين العامين دول على الكتب الهوية على الموضوع ده أو على هذا العنوان هذا العنوان ونبدأ بكتب الهوية ونبدأ بتقديم الكتب متعلقة بعلماءنا ومفكرين وعايزين نوصل ده للجيل الجديد كمان إحنا مش عايزين إحنا بس نقراه وإحنا عايزين كمان ده يوصل لجيلنا الجديد بطريقتهم وبأسلوبهم وبإقاعهم ما هو ده يحصل بقى زي أولوية عند اللجان المتعلقة بحركة صناعة النشر الاتحاد النشرين المصريين يعمل الاجتماع موسع يعني مؤتمر عام ويبدأ يقول يا جماعة احنا فيه أجندات لملفات معينة أو موضوعات معينة يعني تتطلب الدولة المصرية يعني محتاجين تاخدوا بالكوا منها ككتاب وكباحثين زي أنا في تصوري يعني أتمنى أن ملف الهوية المصرية يبقى هو أجندة كل الكتاب المصريين عشرين وربعة وعشرين مصرين نتكلم عن بطولتنا نتكلم عن حكاياتنا نتكلم عن تاريخنا نبسطها للشباب نبسطها للأطفال نقدر نحنا نوصلها بطريقة مختلفة وبطريقة شيقة كمان طبعا في كل المجالات وعندنا على فكرة كوادرت كتير تقدر تعملها طبعا مصر هي مليانة تعليم بص على المبدعين في جواز دولة المبدع الصغير تمام ما شاء الله كل سنة 34 35 مبدع من كل محافظات مصر عندنا هجيال كمان متعلمة كويس قوي وعندنا يعني جينريشنز طالعا الحقيقة مختلفة تماما طبعا بس محتاجين فعلا يعني عادة ضبط لي زي أنا برحلتك أن نحن نحط لهم أجندات معينة لملفات معينة لنوعية كتب معينة في ملف بعد ملف الهوية أتمنى أن يبقى فيه أولوية للكتاب أننا مثلا يبقى عشرين وخمسة وعشرين بشكل كامل مثلا ملفنا رعلق بيه بطلات الجيش المصري مثلا يعني في تاريخه وعظامته على المستوى العسكري على مستوى القيادات والضباط وعلى مستوى الجنود أيضا في بطلات عظيمة حتى اليوم لم يكتب عنها مثلا فإحنا محتاجين في ظل مثلا معركة الوعي لدولة المصرية بتقودها التحديات الرقمية والتكنولوجية والتحديات الاقتصادية الظروف الإقليمية المحيطة إحنا محتاجين طول وقت فيه التسكرة أو التسكير بمثل هذه البطلات للقوات المسلحة المصرية فكرة المكتبة المكان المكتبة المكتبة دي الموجودة في المدرسة المكتبة دي اللي كانت موجودة في النادي المكتبة دي اللي موجودة أحيانا كنا نلاقيها كمان في المصايف وفي الأجازات ونهارده المكتبة أعتقد أنه شكلها لازم يكون مختلف النهارده المكتبة مكانها لازم يكون شايق النهارده المكتبة دي ممكن تكون موجودة في أماكن كتيرة جدا المكتبة دي سهل إنها تكون متنقلة سهل إنها تكون فيها أشكال ديجيتل ومكتبة رقمية تجذب الطفل ويبقى الولد أو البنت وهما ماشيين كده هما اللي بيشدوا مامتهم علشان يدخلوا المكتبة الحلوة اللي فيها الألوان واللي فيها الأشكال واللي فيها التحول الرقمي الكبير اللي ممكن يكون بيلفت انتباهه كطفل وكمراهق على فكرة مش بس كطفل شكل المكتبة أعتقد إن احنا محتاجين نبتدي نغيره يهمني أسمع وجهة نظرك برضو عن شكل المكتبة ووظيفة المكتبة في حياتنا شكلها عامل إزاي؟ طبعا أغلب الكتاب والصحفيين والباحثين في بيوتهم مكتبات من أيام ما كنا أطفال وصواري كان أهلين يأخذونا وادونا المعرض القرارة الدولية للكتاب والمعرض الأخرى والمكاتب الصيفية اللي كانت بتعملها المدارس في الصيف وفي العطلات وفي العطلات وفي الأجازات الصيفية وكل الكلام ده طيب بس تعالين بص يا أصدراني على آخر حاجة كان برضو تحدي النشرين المصريين بيتكلم عن 90% من عدد النشرين الموجودين اللي هم عضاء لتحدي النشرين تقريبا عددهم 1250 نشرية 90% منهم ما عندهمش مكتبات في المحافظات مصر منهم من ضمن الأحصائيات اللي أنا توقفت أمامها برضو 400 مكتبة بتتواجد فقط في اسكندرية والقاهرة ما المحافظات ما في تراجع لازم يكون فيه موجود في كل المحافظات مكتبات ومكتبات شيقة كمان مش مكتبة وخلاص ده كان مطلب من ضمن مطالب تحدي النشرين أن يبقى فيه عدالة ثقافية تتحقق أن يدم افتتاح مكتبات في كل محافظات مصر طبعا وتنمية الوعي ونشر الوعي دي أعتقد أنه معركة دولة وده سلاح مهم جدا لنا كمصريين ده مشهورة دولة ومعركة دولة زي أبقى لحضراتك صحيح لكن لا يمنع زي أبقى لحضراتك أشكال المكتبة تختلف بالضبط لأن الاتجاهات تختلفت بالضبط اتجاهات القراءة اختلفت ماذا يمنع أيضا أنه مثلا فيه معارض قرارة دولة الكتابية فيه سكشن كبير للجيمر مثلا لهم صنع الألعاب الإلكترونية ويتم تقديم محتوى ثقافي من خلال هذه التطبيقات من خلال اللعبة دي أو من خلال الجيمرز دول بذبط وتطبيقات الكتب الصوتية أتمنى أنه في دورة القادمة معارض قرارة دولة الكتاب ندخل نلاقي فيه سكشن كبير أو قطاع كبير لتطبيقات الكتب الصوتية الجيمرز والفعاليين المؤسرين وكذا بحس أنه برضا ده قطاع مهم جدا عن الجمهور المطلقة لازم نتصالح مع التطور ده لازم نتصالح مع التطور ده ولازم نتعاون معه لأننا في أمر واقع يعني عايز أتكلم معي كمان عن الغلاف قد إيه غلاف الكتاب النهارده بيبقى برضو عامل من عوامل الجذب اللي ممكن تلفت انتباه القار أيا ما كان بقى إيه عمره إيه نوعه تكلمي شوية عن فكرة الغلاف الغلاف عامل جذب رقم واحد ليه بيع أي كتاب في الدورية يعني أنا من ضمن الناس برضو لما بص على المكتبات كده كان بيهمك الموضوع ده رقم واحد يعني يمكن 50% من أننا نطلع فلوس واشتري هذا الكتاب الغلاف إلى جنب العنوان طبعا يعني أو نوعية الموضوعات اللي بتناولها الكتاب ده سواء عامل روائي أو عامل في تخصص الإعلام أو هكذا يعني والغلاف التصوري برضو قطع مهم جدا بدأ بيظهر فيه عدد من الفاعلين مصمم الأغلفة الرسامين وغيره يعني ده صناع الوحده قائمة بذاتها يعني فيه تطور هائل فيه عدد من دور النشر بدأت يعني وانشئات مؤخرة نيمكن من آخر آخر خمس سنوات في المجتمع المصري بتركز في المقام الأول على مسألة أهمية الغلاف طبعا وبيعتبر أن العنصر جذب فيه بتحقيق مبعات كبيرة جدا وأثر بشكل كبير إذا عملنا فوت أو استطلاع مع النشرين دول هلأ أن هذه الدور النشر اللي بتجهت ليه تقديم أغلفة جذبة ده بيأثر بشكل كبير جدا على نسبة مبعات الكتب عندها في المقام الأول يعني فأتمنى ده باتجاه عام وأتمنى أيضا الأغلفة وصناعة الكتب بيتجه للألوان الزاهية يعني أيضا لأن إحنا مجتمع بطبيعته بيميل للبهجة حتى نما تشوف كتاب فيه غلافه وألوان متعددة وبنت معين في شكل عنوان الكتاب فده بيجذبك أن تروح تدفع فلوس وتقرأ المحتوى اللي في الكتاب أنا سعيدة جدا بلقاء حضرتك وأعتقد أن إحنا أثرنا أكتر من نقطة مهمة جدا تهم التجديد والتطوير في العالم الثقافي بشكل عام وزي ما دايما بقول أن إحنا لازم نتصالح مع التطور ونتعاون مع التطور بدل ما نهجمه وبدل ما نقف قدامه لأن ده مش هنقدر نعمله وده عمره ما هيحصل الصح أن إحنا نستفيد منه ونتصالح معاه ونتطور معاه عشان دايما يكون فيه تجديد ودايما يكون فيه تطوير وده في كل المجالات بس طبعا تحديدا إحنا بنتكلم النهاردة عن مكال الثقافي ومجال الأدبي بشكل عام وفكرة الكتاب الورقي وفكرة الكتاب الإلكتروني بشكرك يا دكتور حسام شكرا لحضرتك على وجودك معي أنا مسأل طبعا بشكر ديفي اللي كان منورني النهاردة في يحكى أن دكتور حسام دمراني الكاتب والصحفي وعضو لجنة الإعلام في المجلس الأعلى للثقافة بشكركم كان معكم رانيا السيد شكرا